وفي هذا السياق تترقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل استفارتها في إسرائيل إلى القدس وما لتلك التطورات من أثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات السلة وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويت فرس السلام في منطقة الشرق الأوسط مدعونا في البطور؟ لذلك نحنفت جديد قائل الوضع بالمذكر في الوقت السابق وكذلك قال لنظر الحفاظ على المفاهم على المنطقة الحياة والجميع تمتلك وضع التقوية الجميع من خلالها كمسال الأفضل في إسمية نفسها بالمذكر من خلالها لحية الأولاد المتحدة حسنًا نهاية التعامل في هذه الحالة المؤكد في الوصفة الحسدية من تفضل مجتمع في تشجيع الوائن على نفس الشيخة المترجمات والأسادات والأسادات لا يتعلم هنا أن تتعلم على الدور الروسي في اترقه تسويت القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية سواء بشكل منفرد أو في إطار آلية الرباعية الدولية التي تم تشكلها في توقيت كنا نأمل فيه أن تساهم في التقريب بين مواقف الطرفين والتواصل لتسوية نهائية عادلة لقضايا محورية تطل تظلها الأقدم ضمن القضايا السياسية المعلقة التي يناقشها المجتمع الدولي بأسره ولا يزال يعاني من عدم تسويتها حتى الآن شكرا للمشاهدة وفي قدر ما حضرت الأوضاع في فلسطين من اهتمام بالغ دمنا مناقشاتنا اليوم فقد أولينا أيضا اهتماما كبيرا بالأوضاع في سوريا وليبيا وسبل دمان التواصل لتسوية سياسية لهذاين ملافين في أقرب توقيت نجمع هذه الأساسية التي ستحدثت في سوريا وليبيا ونجمع هذه الأساسية التي ستكون مروراً وليبياً